السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف الخامس الابتدائي في مادة المهارات الحياتية والأسرية عنوان درسنا أنا أستطيع التصرف في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعلم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمفتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح ومريح وأيضا أحضر أغراضي التي أحتاجها لدرسي وماذا أيضا؟ أحسنتم أنصت وأستمعوا جيدا لمن؟ لمعلمي ولمعلمتي ولكن لماذا؟ لأستوعب الدرس وأخيرا أتابع الدرس حتى ينتهي لماذا؟ حتى أستوعب الدرس جيدا في درسنا لدينا أعداف هدفنا العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على المساحة الخاصة بينه وبين الآخرين أما عن أهدافنا الخاصة أولا أن يذكر الطالب والطالبة عدد الخطوات المناسبة التي تكون بينه وبين الآخرين في الأماكن المزدحمة ثانيا أن يذكر الطالب والطالبة السلوك الصحيح أثناء الاصطفاف أعزاء الطلاب والطالبات لدينا الآن قصة ممتعة وقصة مشوقة ومفلدة كذلك هيا نستمع إلى هذه القصة الممتعة ونستخرج منها الفائدة هيا اسمعوها معي المساحة الخاصة عنوان قصتنا لهذا اليوم هي المساحة الخاصة ماذا نعني بالمساحة الخاصة وما هي المساحة الخاصة هيا نستمع لهذه القصة لكي نعرف ماذا نعني بالمساحة الخاصة لدينا طلاب مجتهدون ماذا ترون في الصورة أحسنتم إنهم طلاب أينهم؟ إنهم في الفصل ماذا يفعلون؟ يستمعون لمن؟ رائع يستمعون لمعلمهم ماذا يقول معلمهم لهم؟ هو يشرح الدرس إذن لدينا طلاب مشتهدون استيقظوا في الصباح الباكر فنظفوا أسنانهم وغسلوا وجوههم واستعدوا إلى أين؟ أحسنتم للذهاب إلى المدرسة ذهبوا باكرا إلى المدرسة وعندما بدأ وقت الحصة الدراسية ماذا فعلوا؟ جلسوا على مقاعدهم بكل هدوء لماذا؟ لكي يستمعوا إلى شرح المعلم لأنهم طلاب مشتهدون يحبون العلم والتعليم كانوا ينصتون إلى معلمهم وهو يشرح الدرس ويشاركون معه إذا سألهم سؤال كانوا يرفعون أياديهم ويجيبون على الأسئلة هؤلاء إذن هم طلاب مشتهدون أم غير مشتهدون؟ أحسنتم إنهم طلاب مشتهدون أحسنتم ماذا حصل بعد ذلك؟ بدأ وقت الإفطار الصباحي وكما أخبرتكم إنهم طلاب مشتهدون ونشيطون ويحبون الطعام الصحي إذن برأيكم ماذا سيأكلون؟ هيا نرى في صندوقنا بعض أنواع الأطعمة الصحية المفيدة التي يحبها هؤلاء الطلاب المشتهدون وبعض أنواع الأطعمة غير المفيدة وغير الصحية هيا نرى في هذا الصندوق لدي مجموعة من الأطعمة سأضع في السلة فقط الأطعمة المفيدة التي يحبها الطلاب النشيطون المشتهدون هيا نرى لدينا أولا ماذا نرى؟ خبزا أحسنتم هل الخبز من الطعام المفيد؟ رائع إذن يحبه الطلاب أين أضعه؟ أضعه في السلة ماذا عن العصير؟ طلاب يحبون الطعام الصحي هل العصير؟ عصير الفواكه الطازجة؟ هل هو من الطعام الصحي؟ أحسنتم هو طعام صحي إذن أضعه في السلة أم أعيده في الصندوق؟ رائع سأضعه في السلة ماذا عن بعض الحلوى؟ ما رأيكم؟ هل هو طعام صحي؟ هل أضعه في السلة؟ هل يأكله الطلاب النشيطون؟ أحسنتم إنه طعام غير صحي إذن سأعيده للصندوق ماذا عن الحليب؟ رائع الحليب هو غداء صحي مفيد للجسم وللأسنان وللعظام إذن أين سأضعه؟ أحسنتم في السلة ماذا عن الموز؟ هو من الفواكه إذن هل هو غداء صحي؟ أحسنتم هو غداء صحي ما رأيكم؟ أعيده للصندوق أم أضعه في السلة؟ رائع سأضعه في السلة لدي هنا الجبن ما رأيكم؟ هل هو غداء صحي؟ هو من الحليب أحسنتم هم طلاب النشيطون إذن هم يأكلون الأجبان فهو طعام صحي ما رأيكم؟ بالكاكاو هل هو غداء صحي؟ أحسنتم غداء غير صحي إذن هل أضعه في السلة؟ أم أعيده للصندوق؟ أعيده للصندوق ولا ننسى شراب مفيد جداً للصحة ما هو؟ الماء نحرس على شرب الماء دائماً فهو مفيد للصحة عرفنا ماذا يأكل الطلاب النشيطون؟ بدأ وقت الإفطار ولكن ماذا فعل هؤلاء الطلاب؟ ماذا ترون في الصورة؟ بدأوا يتزاحمون ويدفعوا الطالب صديقه أين؟ عند نافذة أحسنتم المقصف لكي يشتروا الطعام الصحي بدأوا بالتدافع كما ترون في الصورة هل هذا سلوك صحيح؟ أحسنتم إنه سلوك غير صحيح فقد يسقط بعضهم وقد يتأذى إذن كما أخبرتكم هل هذا هو سلوك صحيح؟ أحسنتم إنه سلوك غير صحيح وما الصحيح إذن؟ هيا نرى ما هو السلوك الصحيح عند الرغبة بالشراء من المقصف هيا نرى السلوك الصحيح هو أن نصطف كما ترون كل طالبة وكل طالب بانتظام خلف صديقه كما ترون نترك مساحة خاصة بيننا وبين أصدقائنا الذين في الأمام وصديقنا الذي في الخلف تكون هذه المساحة كما أخبرتكم أترك مسافة بين صديقي الذي بالأمام وصديقي وصديقة التي بالخلف مقدارها خطوتين إذن أترك مساحة خاصة تقدر بخطوتين بيني وبين صديقتي وبيني وبين صديقي حتى لا يحصل تدافع ولا يحصل السقوط والأذى لا سمح الله إذن عرفنا ماذا نعني بالمساحة الخاصة هو أن نترك مسافة بيننا وبين أصدقائنا أثناء الإصطفاف عندما نريد الشراء من المقصف تقدر بكم خطوة أحسنتم تقدر بخطوتين أحسنتم هذه هي المساحة الخاصة كما نرى ماذا عن الإصطفاف الصباحي نريد أن نصطف في الصباح في المدرسة أيضا كما نرى نصطف بخطوط مستقيمة بيننا وبين أصدقائنا مساحة خاصة تقدر بماذا؟ رائع تقدر بخطوتين إثنتين بين صديق الذي أمامي وصديق الذي خلفي خطوتين إثنتين أحسنتم كما نرى ونصطف بخط مستقيم لا نتدافع ولا يدفع بعضنا الآخر إذن نصطف بهدوء وبترتيب وبانتظام هذا هو السلوك الصحيح إذن ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا؟ إذن أنا الآن أعرف أنه يجب أن يكون هناك مساحة خاصة بيني وبين الآخرين قلنا تقدر بكم هذه المساحة الخاصة؟ بكم خطوة؟ أحسنتم بخطوتين إثنتين أحسنتم هذه المساحة الخاصة لدينا الآن نشاط الصغير هيا نقرأ نشاطنا تحدث عن المساحة الخاصة قلنا المساحة الخاصة هو أن أترك مسافة بيني وبين صديقي عند الاصطفاف وعند الرغبة بالشراء من المقصف مساحة تقدر بخطوتين إثنتين حتى لا يحصل التدافع ولا يحصل السقوط ولا يحصل الأذى إذن تعلمنا ذلك كما ترون مساحة بيني وبين صديقتي وبين صديقي تقدر بخطوتين اثنتين تحدث عن السلوك الصحيح أثناء الاصطفاف الصباحي في المدرسة أيضا أثناء الاصطفاف الصباحي في المدرسة أقفوا بانتظام وبيهدوء وأحسنتم على خط مستقيم بيني وبين صديقي الذي بالأمام وصديقي الذي في الخلف مساحة خاصة تقدر رائع بخطوتين اثنتين تعلمنا ذلك اختروا السلوك الصحيح أين هو السلوك الصحيح؟ هل هو السلوك التدافع والازدحام عند النافذة؟ أم هو الاصطفاف المنظم والمرتب؟ أحسنتم هذا السلوك خاطئ وهذا هو السلوك الذي يجب أن نلتزم به الآن في الكتاب لون الكلمات الآتية في تعريف المساحة الخاصة هيا نرى تعريفها هي مساحة تحدد بخطوتين لونوها بألوانكم الجميلة هي مساحة تحدد بخطوتين تقريبا بيني وبين الآخرين يجب أن يحرص عليها الأفراد خلال وجودهم في الأماكن المزدحمة أو صف الانتظار حيث توفر لهم ولغيرهم التحرك بحرية لونوها بألوانكم الجميلة ضع علامة صح بجانب العبارة إذا كانت صحيحة أو خطأ بجانب العبارة إذا كانت خاطئة هيا بأقلامكم الرصاص في صف الانتظار لا يجب أن أترك مساحة بيني وبين صديقتي وبيني وبين صديقي هل هذه العبارة صحيحة؟ أحسنتم خاطئة يجب أن أترك مساحة تقدر بخطوتين في استفاف الصباح أحرص على أن أحدد مساحة الخاصة بي أحسنتم هذه العبارة صحيحة أرسم دائرة حول الصورة التي تمثل السلوك الصحيح أثناء الوقوف في الصفوف أين هي؟ أين هو السلوك الصحيح والصورة الصحيحة؟ أحسنتم هو لقوف بانتظام أرسم خطا أسفل السلوك الصحيح في الفسحة المدرسية أجلس ملاسقا لأصدقائي أم أترك مسافة بيني وبين أصدقائي؟ رائع أترك مسافة بيني وبين أصدقائي الآن لون الإجابة الصحيحة في الأماكن المزدحمة هل أتدافع مع الآخرين أم أحافظ على مساحة الخاصة؟ رائع نلون أحافظ على مساحة الخاصة ماذا تعلمنا في نهاية درسنا؟ تعلمنا؟ هيا نقرأ هذه الجملة الآن إذن أنا الآن أعرف أنه يجب أن يكون يجب أن يكون هناك مساحة خاصة بيني وبين الآخرين وعرفناها أنها تقدر بخطفتين إثنتين في الأخير لدينا توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة والحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه تعمينه في مواقف مشابهة تبكيرهم بما تعلموه باستمرار بالاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط حيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته